أهلا بكم مجدداً وإلى ملفنا الثالث ونتناول فيه التوتر اللبناني إسرائيلي إذ عاد ملف الحدود البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل إلى الواجهة يوم أمس الأحد بعد وصول سفينة تابعة لشركة إينرجين باور المتعاقدة مع تل أبيب للتنقيب عن الغاز الطبيعي بعد عودتها إلى حقل كاريش النفطي في البحر المتوسط التحرك الإسرائيلي يثار ردود فعل لبنانية على عدة مستويات في ظل مخاوف من أن يؤدي تدحرج الأمور إلى مواجهة شاملة مصدر لبناني أكد أن الخطوة الإسرائيلية هي مجازفة بأمن المنطقة واستقرارها كما بادرت الحكومة اللبنانية لدعوة واشنطن للمشاركة في مفاوضات بين الإسرائيليين واللبنانيين والتدخل لوضع حد لما وصفته بالوقاحة الإسرائيلية وكان لافثاً حديث صحيفة لوفيغرو الفرنسية في عددها أمس بأن لبنان عاجز عن حماية حدوده الإقليمية البحرية الخطوة الإسرائيلية تأتي بعد أيام من اختتام مناورات عسكرية إسرائيلية جوية وبحرية وبرية في قبرص وأخرى في البحر الأحمر الرئاسة اللبنانية من طرفها اعتبرت أن أي عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازاً وعملاً عدائياً مراقبون حذروا من انزلاق الأمور لمواجهة في حال إصرار تل أبيب على التنقيب في المياه الإقليمية المتنازع عليها ما دعا تل أبيب لتحريك القبة الحديدية من الحدود مع غزة إلى الحدود مع لبنان لمناقشة هذا الموضوع أرحب معي هنا في الأستوديو بالباحث والناشط اللبناني السيد كامل كوسبور أهلا بك كوستاذ كامل في هذه الحلقة المضوع على الأحداث بداية هذا العمل الذي قامت به تل أبيب بالتنقيب في هذه المنطقة التي تقول لبنان بأنه متنازع عليها ما هي الإشارات التي تريدها تل أبيب من إرسال سفن للتنقيب في هذه المنطقة؟ إسرائيل لها باع طويل بالمفاوضات وبإجراء المفاوضات وخصوصا عندما تجد بلد مثل لبنان يعاني ما يعانيه من أوضاع متشردمة إن كانت على الصعيد السياسي والانقسام السياسي الحاد وبعض الانتخابات إضافة إلى وضع اقتصادي منهار في هذا البلد فلابد أن تقوم بخطوة أولى مع العلم أن هذه المنطقة هي منطقة تنازع ومنطقة متنازع عليها والوسيط هو الوسيط الأمريكي ولم نسمع شيء من الوسيط الأمريكي يعني كيف إسرائيل تقوم بتقدم بمنطقة قيد التفاوض والمتنازع عليها وهل تتوقع من الوسيط الأمريكي أن يقف إلى جانب لبنان بمواجهة تل أبيب؟ لا هنا علامات الاستفهام التي نضعها لأن أيضا هناك تقصير كبير من الحكومة اللبنانية لأن القرار 6433 والقاضي بأن خط 29 هو حق للبنان لم يتم إرسال رسالة ومرسوم رسمي من الدولة اللبنانية إلى الأمم المتحدة للتعبير ولوقف هذا الاعتداء وهذا ما دعا إسرائيل لتجاوز ولأخذ هذه القطوة الجريئة باتجاه هذا الفضل إذا كانت تل أبيب ترى فراغاً فهي تريد أن تملأه ألا يتحمل ساساً لبنانيون أيضاً المسؤولية في هذه الخطوة التي قامت عليها تل أبيب بسبب ضعفهم وتمزقهم وخلافتهم؟ طبعاً يتحمل أولاً هو الرئيس الجمهورية لأنه المفروض من الرئيس الجمهورية إرسال رسالة إلى الأمم المتحدة بالاعتراض قبل أن نبدأ بعرض العضلات والبروباجندا الإعلامية بالاستنكار لأن الموقف اللبناني حتى الآن هو موقف خجول جداً بهذا الإطار الاستنكار لا يقدم شيء وأما التهويل بالقوة أنت ما أمت بالخطوات الدبلوماسية والخطوات الدولية بالاعتراض دولياً قبل أن تقوم بالرد بالاستعراض القوة طيب ولكن لنكن صرحاء أستاذ كامل إسرائيل هل هي لا تخشى الحكومة اللبنانية ولا تخشى رئاسة اللبنانية؟ هناك من يرى بأنها تخشى سلاح حزب الله هل أبدأ حزب الله أي إشارات تحذيرية لتل أبيب من التمادي في هذه الخطوة؟ نعم حزب الله منذ أشهر هناك حركة قوية لحزب الله على الجنوب اللبناني وحركة عسكرية تم رصدها من العديد من الأرصاد وكان المتوقع أنها بمناسبة ذكرى التحرير لبنان من العدو الإسرائيلي ثم بحملة الأعلام ومسيرة الأعلام وشبه ذلك ولكن على ما يبدو أن هناك تحرك ربما هي هزة عصى من حزب الله بهذا الاتجاه ولكن دعنا نرى كيف يتحرك حزب الله بهذا الإطار دائما هذا التحرك مرتبط بتحرك إقليمي ما هي المصالح الإيرانية بالتصعيد لحزب الله في هذا الأمر؟ هل هناك مصلحة لحزب الله بأن يقف في وجه تحرك الرئيس ميشيل العون؟ وخصوصا أن الرئيس ميشيل العون هو صاحب هذا القرار وهو على رأس هذا الوفد المفاوض يعني هو الرئيس هذا المفاوض يعني ترى بأن حزب الله لا يمكن أن يقدم مثلا على استهداف منصات الغاز الإسرائيلية أو السفن التي تنقب في هذه المنطقة المتنازلة عليها ما لم يكن هناك توافق مع الرئاسة اللبنانية أكيد لأن رئيس الجمهورية الآن لديه ورقة وهو أعلن عنها منذ فترة بأنه سوف أسلم لبنان رغم أنه لبنان يعني يمر بأسوأ حالاته من خمسين منذ الاستقلال أنه سوف أسلم لبنان بأفضل حال وورقته هو أنه ينهي هذا التفاوض بهذا البدء بالتنقيب يبدو أنه وعده صعب جدا يسلم البلد في أسوأ حال على الأقل من الناحية الاقتصادية جدا ولكن ما هي التنازلات التي يقدمها الرئيس الجمهورية هنا علامة الاستفهام لماذا لم يقدم دعوة إلى الأمم المتحدة لماذا لم تقوم الدولة اللبنانية ووزارة الطاقة بالشكوى والإدعاء على الشركة التي تقوم وهذه الشركة خاصة وشركة يابانية بالمناسبة يونانية شركة يونانية كيف تقوم شركة خاصة بأعمال بحث وتنقيب بمنطقة متنازع عليها يعني هناك يعني يجب على الدولة اللبنانية وعلى وزارة الطاقة بالذات رفع الدعوة بهذا صحيح شركة يونانية متعاقدة مع تل أبيب وليس يابانية الآن تل أبيب قامت بخطوات عسكرية في هذه المنطقة قامت بمناورات في الأيام الماضية وقامت بتحريك القبة الحديدية إلى أي مدى تعتقد بأن هذه نذر مواجهة ربما مقبلة بين تل أبيب وحزب الله أنا لا أعتقد أن هناك هذا عرض عضلات ولا أعتقد أننا مقبلين على الأقل بالوقت المنظور مقبلين على حرب ليس من مصلحة لا إسرائيل ولا من مصلحة حزب الله الآن الدخول في هذه الحرب نرى نتطلع إلى الأمور باتجاه آخر ما هي المصلحة الإيرانية ما هي المصلحة الأمريكية كيف يصير التفاوض بين أمريكا وإيران ومن مصلحة إسرائيل أن تبدأ بالتنقيب ومن مصلحة حزب الله أيضا أن يحافظ على الوضع الداخلي اللبناني الآن كقراءة سياسية اليوم تقريبا الوكالة الدولية للطاقة الذرية نعت الاتفاق النووي أو إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران إذا منهار فعلا الاتفاق النووي نهائيا كيف سينعكس على الملف اللبناني وردود حزب الله تحديدا في هذا الملف؟ الورق الأقوى لهذا الملف هو لبنان الورق الأقوى لهذا الملف هو لبنان وأعتقد حزب الله حسب ما أعلن أكثر من مرة من خلال الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله بأنه كان هناك تهديد مسبق بهذا الأمر وهو جاهز لمفاجآت بهذا الموضوع ولكن حتى الآن لم نسمع رد رسمي من حزب الله ببدء عملية التنقيب أو بدخول الباخرة للكشف عن الغاز شكرا جزيلا لك البحث وناشط لبناني كامل كوزبور شكرا لك